مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة في هذا الفيديو سوف نجيب عن سؤال هل كان هناك السلطانات الأفريقيات لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليسلك كل جديد لا تنسى أيضا من فضلك الأعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة ترح هذا السؤال على قناتنا هل كان هناك سلطانات الأفريقيات في الحارم العثماني والإجابة كما يلي على عكس ما قدمته الدراما من أن الحارم العثماني كان متكونا من العبيد البيض إلا أن الحقيقة أن الزنوج كانوا من أهم مكونات هذا الحارم سواء كان ذلك بالنسبة للأغوات أو بالنسبة للجواري ولقد كان هناك في الحارم رئيس الخدم البيض ورئيس الخدم الزنوج إلا أن العبيد الزنوج في الحقيقة كان يتم إعطاؤهم مهام الخدمة فقط فلم يكونوا يتخيرون لغرفة السلطان سواء الجاريات البيض وليس هذا فقط بل لا تصل إلى غرفة السلطان سوى من كانت تتمتع بجمال نادر وفي 600 عام من الدورة العثمانية لا يمكن القطع تماما بأنه لا توجد أي تجارية أفريقية قد وصلت إلى غرفة السلطان لكن ما أردخ أن الجواري البيض هن من تستطيعن الوصول إلى السلطان وبهذه الطريقة فإنه لا توجد سلطانات أفريقية فكل السلطانات الوالدات وزوجات السلاطين هن بالأساس من أصول أوروبية أو من بلدان غرب آسيا وذلك طبعا لأنه كان يتم انتقاء الجواري التي يخصصنا لفراش السلطان نحوصل إذن أن نسبة كبيرة من عمال القصر وجواري كنا من أصل إفريقيات إلا أن السلطانات كنا من أصول أخرى أتمنى أن أكون هكذا قد أجبت على هذا السؤال وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إلى اللقاء